موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيد اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة أكد الزبيدي مساندة مجلس القيادة الرئاسي للجهود الشعبية والقبلية الحقيقية والمخلصة لتوحيد صف أبناء محافظة صعدة وبقي المحافظات التي لازالت ترزح تحت سيطرة واحتلال الميليشيا الحوثية الإرهابية لمواجهة صلافها وانتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين وجدد الزبيدي دعم مجلس القيادة الرئاسي لأي مساعي من شأنها أن تخلص اليمن والمنطقة من شر الميليشيا الحوثية التي امتد أذاها ليشكل خطرا على بقية دول العالم وجدد الزبيدي على أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة سلما وحربا سلما أو حربا مؤكدا أن كل المعطيات الماثلة على الأرض تشير إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية لن تجنح للسلام وستواصل إرهابها وعرقلاتها لكل المساعي والجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام وجه البنك والمركزي اليمني الجهات الحكومية بمنع خروج أي عملات أجنبية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وذلك بعد أيام من فتح بعض الطرقات بين المحافظات وكشفت وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة بمحور تعز العسكري التابع لقوات الجيش الوطني تعليمات إلى قادة الوحدات العسكرية ومدراء الأجهزة الأمنية تقضي بتنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي في عدن بشان دخول وخروج العملة المحلية والعملات الأجنبية من وإلى محافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية داهمت ميليشيا الإرهاب الحوثية يوم أمس عددا من منازل مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة واختطفت مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وقالت مصادر محليا للصحوة نت إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمات مسلحة على قرية الحازة التابعة لعزلة مسروح بقيادة الحوثي المدعو فاد حسين هادي الحصيبي واختطفت سبعة مواطنين جميعهم من أسرة الطيب وروعت النساء والأطفال ووفقا للمصادر فإن المختطفين رفضوا التجنيد مع ميليشيا الحوثي الإرهابية كما امتنعوا عن حضور ما يسمى بيوم الولاية إلى جانب مقاطعتهم لكافة فعاليات الميليشيا الطائفية أكدت الأمم المتحدة تضرر نحو ثلاثة وخمسين ألف نازح في اليمن من الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة الناجمة عنها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري الفين وأربعة وعشرين ووضح مكتب الأوتشان الفيضانات تمثل أحد التهديدات الرئيسية لنازحين داخليا في اليمن خلال عام الفين وأربعة وعشرين وحذر من أن موسم الأمطار الثاني في البلاد والمتوقع أن يبدأ في شهر يوليو القادم سيؤثر على العديد من المناطق المعرضة للفيضانات أكدت تجمع اليمن للإصلاح بأن المعركة ضد الانقلاب والإرهاب الحوثي مصيرية في كل ربوع الوطن من الساحل الغربي لتعز وإلى محافظة الضالع وصولا إلى مأرب والجوف وأوضح نائب رئيس الدائرة العلامية ناطق رسمي للتجمع اليمن للإصلاح عدنان العديني في منشور له على صفحة رسمية في منصة إكس أنه لا فرق بين أي من خطوط التماس في مواجهة الميليشيا الإيرانية فكل الخطوط على قدر من الأهمية في واحدية المعركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وشار العديني لأن التراشق الإعلامي بين القوى الجمهورية لا يخدم إلا ميليشيا الإرهاب الحوثية وفاد ناطق الإصلاح أن مجلس القيادة والحكومة هما المعنيين بمناقشة أي اختلالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن واحدية المعركة ضد ميليشيا الإرهاب والانقلاب أكد الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت منير بام حيمود على ضرورة وحدة الصف ونبذ الفرقة بين المكونات السياسية وجدد وقوف الإصلاح إلى جانب المواطنين في معاناتهم تجاه القضايا المتعلقة بالمشاريع الخدمية ورحب بام حيمود بالوجهاء والأعيان الحاضرين في الملتقى العيدي في مديرية حضرموت وقدم له التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقال بام حيمود إن ترد الخدمات يتطلب معالجات سريعة لتخفيف معاناة المواطنين وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة والسلطة تدابيرا لانتظام العملية التعليمية وإنصاف المعلمين إلى ذلك حمل عضو مجلس النواب الأستاذ أحمد حسن باحويرث المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية تدني الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطع الكهرباء والتعليم جاء ذلك في ملتقى العيدي السنوي الذي نظمه التجمع اليمني للإصلاح للوجهاء والعيان في مديرية تريم حضر موت واستنكر البرلماني باحويرث غياب الرؤية الاستراتيجية لانتشال الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون ولتحسين الخدمات الأساسية مطالبا مجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية بإجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الحاصل أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية بني حشيش لقاء عيديا في مدينة مأرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفي اللقاء العيدي الذي أقيم تحت شعار عيدنا تراحم ورباط تبادل أبناء المديرية المتواجدين في محافظة مأرب التهني وسلام العيد فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة حضر اللقاء العيدي عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ وجمع من أبناء المديرية الذين أكدوا على استمرار النضال انتصارا للقضايا الوطنية وفاءا لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن والدفاع عن الدولة والجمهورية كما تخلل اللقاء العيدي عدد من الفقرات الفنية والخطابية التي عبرت في مجملها عن أهمية إحياء فرحة العيد رغم ما يعانيه اليمنيون من تدعية الانقلاب الحوثي منذ عشر سنوات عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعا برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ورئيس أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيد لمناقشة الأوضاع والمسجدات العسكرية والأمنية بالمحافظة وأشار الوكيل المخلافي بجهود الجيش وكافة الجهات في المحافظة في فتح طريق الكمب جولة القصر وإعداد الطريق وتجهيزه للمسافرين في وقت قياسي وشدد المخلافي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية وتنفيذ التوجيهات بشأن دخول وخروج العملة واستعرض رئيس أركان المحور تقريرا عن الأوضاع الميدانية واستمرار الميليشيا المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش وإصابة العديد من الأفراد جراء القذائف خلال أيام العيد ومحاولات اختراق الجبهات وتصدي أبطال الجيش الوطني وتكبيدها خسائر كبيرة دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم البدء بأعمال الصيانة الطارئة لطريق جبل الصبر بتمويل صندوق الصيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن وخلال التدشين أكد الوكيل المخلافي على أهمية الصيانة الطارئة لطريق جبل صبر ابتداء من الدمغة إلى جبل العروس والذي تضرر بفعل عوامل التعرية وسيول الأمطار وعدم الصيانة الدورية لها منذ بداية الحر من جانبه أوضح رئيس وحدة المشاريع بصندوق الصيانة الطرق للمهندس محبوب الصبر أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت خمسمائة مليون ريال نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية حملة اختطافات واسعة طالت ملاكة صالات الأفراح والفنانين والعازفين في محافظة عمران وقالت مصادر محلية أن حملة الاختطافات جاءت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي المدعو عبدالعزيز أبو خرفشة المعين مؤخرا من قبل الميليشيا مديرا لأمن المحافظة وأفادت المصادر أن الميليشيا صادرت معدات صوتية تابعة لمهندس الصوت مهيب بلوس وأدوات العازف علي العطير وقوبلت ممارسات القيادي الحوثي المدعو عبدالعزيز أبو خرفشة باستنكار شعبي ومجتمعي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الذي صادر الحقوق والحريات حذرت الأمم المتحدة من تفاقم تفشي الإزهال الحاد والكوليرا في اليمن جراء تداعيات الحرب الحوثية وتوقعت منظمة الهجرة أن يصل عدد حالة الكوليرا في اليمن إلى ربع مليون بحلول سبتمبر 2024 إذا لم تعزز جهود الاستجابة قالت منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن 1685 مهاجرا إفريقيا دخلوا اليمن خلال شهر مايو الماضي أشارت المنظمة في تقريرها الشهري لأن مصفوفة تتبع النزوح سجلت في مايو الماضي دخول 1685 مهاجرا إلى اليمن بزيادة قدرها 14% مقارنة بالشهر السابق أوضحت الهجرة الدولية أن 90% من المهاجرين الأفارقة غادروا من منطقة باري في الصومال فيما غادر العشرة في المئة المتبقين من أبوك جيبوتي ووصل جميع المهاجرين إلى محافظة شبوة وفادت المنظمة أن الأوضاع الإنساني المتفاقم في اليمن أجبرت العديد من المهاجرين على اتخاذ قرار صعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الصهيونية في حق أبناء القطاع إلى 37551 شهيدا و85911 مصابا وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال الصهيوني ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال 24 الساعة الماضية قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حرم 800 ألف طالب وطالب من حقوقهم في التعليم أوضح المكتب في بيان عن وزارة التربية والتعليم في غزة أن من بين المحرومين من حقهم في التعليم 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة ما يمثل سابقة وانتهاكا خطيرا يهدد مستقبلهم ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات والكليات المحلية والخارجية أكد البيان خروج 85% من المنشأة التعليمية عن الخدمة نتيجة استهدافها المباشر والمتعمد من قبل الكيان الصهيوني ما سيشكل تحديا كبيرا لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى